اهلا بكم متابعي انفاستافي في هاد اللقاء اللي غايج معنا بسيدة خديجة زيني السيدة شاركت في عرض مسرحي في هاد تدهورة اللي كتحتفي بالنساء وكتدوي الحقوق ديال المرأة فمعنا ومعكم سيدة خديجة زيني اللي غادي تدوي لنا على الحضور ديالها في هاد تدهورة وعلى الفكرة ديال هاد العرض اللي قدموه كيف اشتاجات وشنو هاد اهدف ديالهم من وراء هاد العرض هاد الجمعية هادي اللي هي في ناحية سيدة مومن هاد الحي هاد اللي كيت تعتبر حي مهمش يعني بعيد شيئا معني للحضارة هاد الجمعية هادي يعني تم اقامتها في هاد المنطقة هادي فتحت الباب يعني على مسرعي امام هاد الساكينة هادي هاد الساكينة اللي استفدت واستفدت بشكل كبير من جميع الانشيطة اللي وضعها الجمعية وهي انشيطة متعددة هناك انشيطة محاربة الامية انشيطة الطابخ انشيطة يعني الحضانة الرياضة جمعة من الانشيطة داعمة لهاد الساكينة هادي فهدي بادرة طيبة والناس يعني رحبوا بهذا المركز هذا اللي استفدوا منه استفدوا منه كثير حيث ان هاد المنطقة هاد المركز هذا يعني اخلى هاد الساكينة سواء النساء او اطفال او احتى الرجال اخلى هم اخلى هم اخرجوا هاديك الطاقات السلبية اللي عندهم وبالتالي كيستفدوا منطقات ايجابية احنا هنا يا اعرضنا اه مصرحية محاربة الاميات هذا المصرحية هذه اللي هي من صاميم الواقع من صاميم مواقع المغربي خصصا بالنسبة الحيث دي موبن اللي احنا كنعرف على انا نسبة الاميات يعني تفوق 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 سبعين في المية الى إلا ما قلناش 80% خصوصا في صفوف النساء وكذلك الرجال فكان هذا الباب تفتح أمام سيدات وأمام سادة باش يخرجوا من واحد العالم اللي هو عالم مظلم إلى واحد العالم اللي هو يعني عالم العلم عالم الانفتاح يعني عالم المعرفة هذا العالم هذا اللي كيخلي وكنها ضر بصفتي مرأة كنها ضر على النساء كيخلي المرأة تعرف ما لها وما عليها يعني ما تبقاش هديك المرأة السلبية وإنما تعود مرأة إيجابية لأن العلم غادي خليها أنها ربما تغير سلوكاتها ربما هي أنها تغير الفكر ديالها تغير حتى التربية ديال لولداتها يعني في إطار التربية تها وليداتها يعني كالعلم كيخليها تعرف كيفاش غادي تربيهم باش تعطينا واحد الجيل صالح لأن كيف ما كان قوله المرأة الأم مدرسة إذا أعددتها أعددتها شعبا طيب الأعراقي فبالضبط أن الأم إلا ما كانتش واعية وما كانتش قارية وما كانتش يعني ما عرفش تعامل مع ولداتها وتربيهم فهذا الجيل هذا ما يمكن لنش أننا نطلبوا منه أنه يكون تهوى قاري وواعي ما يمكنش إذا فهذا المسرحية هذه من صميم الواقع ديالنا وقدرناها باش نحفزوا سيدات المنطقة خاصة منطقة سيدي مومن نحن كنرحبوا بجميع سيدات في جميع أنحاء المغرب أنهم يلتحقوا بنا في المركز لأن بالفعل المركز أم كلتهم معتنا في سيدي مومن ولكن ملتحقين بنا نساء ورجال يعني من مناطق اللي هي بعيدة اللي هي بعيدة وكي يستفدوا معنا في هذا النشاط اللي هوتع محاربة الأمية فهذا كن نحيي وحنا جميع سيدات المغرب جميع سيدات العالم وكن طلبوا منهم أنهم يخرجوا من عالم الظلمات اللي هو عالم الجهل إلى عالم العلم اللي هو عالم الحياة ومرحبا بهم في مجال محاربة الأمية هذا الباب اللي فتحوا سيدنا اللي ينصروا وبالتالي يعني فتحوه لنا هاد الناس هادو وكننا نخص بالذكر عائلة الأستاذ برادا اللي اللي يجزيها بخير يعني بغا نقوله بدارت واحد الخير وخير كبير في هاد الساكينة تعسيدي مومن وكان هذا هو لقاءنا مع السيدة خديجة زيني اللي دوات لنا على العرض والمشاركة ديالها في هاد تظاهرها هذه على أمل لقاءكم في لقاء جديد إن شاء الله قريبا جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة